تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 463 قضية تمونية بمضبوطات 176 طن ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 63 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي تم ضبط 93 طن أما في مجال البيع بأزيدة من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 20 طن أسمنت كما تم ضبط 710 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 210 قضايا خبز ناقص الوزن و193 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 105 أطن مجال